اشتركوا في القناة وعبد المهدي يبلغ السفير الامريكي بضرورة العمل المشترك لتنفيذ انسحاب القوات الاجنبية من العراق وعلى خلفية قاسم سليمانيا سفارة الامريكية في اسرائيل تصدر تحذيرا لمواطنيها من هجمات صاروخية محتملة وغوتريش يعرب عن قلقه من تصاعد التوترات العالمية ويدعو الى ضبط النفس اهلا مشاهدين وجه رئيس اقليم كردستان شيرفان بارزاني تهنئة بعيد ميلاد السيد المسيح الى كافة الاخوات والاخوة من اتباع كنيسة الارمن الارثاذوكس في كردستان وفي العراق وفي العالم ايضا متمنيا ان يكون هذا العيد مبعث خير وسعادة للكردستانيين الارمن منهم تحديدا وكافة الشعوب وكذلك استتبابا للسلام والامن في المنطقة نيشيرفان بارزاني قال ان اقليم كردستان موطن التعايش والتسامح والحقوق والحريات لكل المكونات القومية والدينية والاثنية مؤكدا ان هذه المناسبة هامة لحماية وتمتين اسس هذه الثقافة والقيم العليا والعمل لتوطيدها وتمتينها الارمن الكردستانيون احتفلوا بعيد ميلاد السيد المسيح والذي احتفل به الارمن في السادس من كانون الثاني في اجواء من الامان بنية ان يعمى هذا السلام ربوع اقليم كردستان والمنطقة المزيد ونجلاء السندي هذه تراتيل القداس عياد الميلاد المجيد للطائفة الارمنية تتلى من قلب كنيسة الارمن كنيسة مريم العذراء بزاخو ابتهاجا بالميلاد وليبدأ معها لحظات الصمت والخشوع ورؤية الشموع التي امتزجت معها الامنيات والدعوات من اجل السلام في ربوع اقليم كردستان والعراق في البداية اهلنا الشعب المسيحي والشعب الارمني بالصورة خاصة بمناسبة عياد الميلاد وعيد رأس السنة الميلادية وعماد السيد المسيح عليه السلام احنا طبعا رسالتنا ندعو الى الله عز وزيلا ان يحفظ شعبنا والشعب الكردستان بالصورة خاصة ويعود ويعمس الامن والسلام والاستقرار بالعراق كله وهنا العالم كله والشعب الارمني والارثوذكسي بنسبة عيد ميلاد السيد المسيح حسب التعقيم الشرقي وهنا الحكومة الكردستانية والعراق عامة المراسم اختصرت على اقامة القداس الميلاد دون استقبال المهنئين نظرا لظروف التي مر بها العراق وتضامنا مع ضحايا شهداء التظاهرات في العراق المراسم شهدت ايضا تبادل التهاني في مدينة كردستانية في زاخو التي تفتخر بارمنياتها ويفتخرون بها فهنا مدينة تتألف بجمع طوائفها والله اجواء العيد اجواء كلش حلوة وسلام وامان متوفر هنشكر الحكومة الكردستان على هاي الاجواء الرائعة اللي دائما تقدمنا بالاعياد والمناسبات امشي الامان متوفر الحمد لله كلشي متوفر مناسبة عيد ميلاد المسيح والسنة جديدة وهن جميع الاخوة والاخوات في كافة الطوائف التي تعيد هذا العيد سواء كان عيد ميلاد او عيد العماد وتمنى للجميع الخير والسلام والامان لعراقنا الحبيب ولكردستان الخير والامان ايضا ان شاء الله تضامنا مع شهداء العراق حالنا حال كل الطوائف اللي اخذت هالقرار بحيث احتراما للشهداء اعياد عادية هي بينها احنا نعيد كل واحد يعيد الله بس كان مراسم رسمية ما كون كنيسة الارمن التي تتوسط مدينة زاخو في اقليم كردستان العراق والتي يتجاوز عمر بنائها ما يقارب 97 عاما وتشيروا الاحصائيات ان عدد الارمن المتواجدين في مدينة زاخو ما يقارب 1000 شخص رغم اختلاف موعد الميلاد الا انه حملت جوهر نفسه وولادة امل ومحبة والسلام في رفوع اقليم كردستان والعراق من داخل كنيسة مريم العدرا في مدينة زاخو نجلة سندي زاكروستي ابلغ رئيس الوزراء العراقية المستقيل عادل عبد المهدي وخلال استقباله السفيرة الامريكية في بغداد ماثيو تولر بضرورة العمل المشترك الثنائي لتنفيذ انسحاب للقوات الاجنبية من الاراضي العراقية وذكر المكتب الاعلامي لرئيسي الوزراء لحكومة تصريف الاعمال العراقية انه شدد على خطورة الاوضاع الحالية وتداعياتها وان العراق يبذل ما في الوسع من جهد لمنع الانزلاق نحو حرب مفتوحة واشار الى ان السياسة الثابتة لحكومته باقامة علاقات مع الكل وان قوة الحكومة العراقية في مصلحة الجميع واكد رئيس الوزراء العراقي لحكومة تصريف الاعمال حرص العراق على ان تكون علاقته مبنية على التعاون المتبادل وحفظ الامن والاستقرار والسيادة الوطنية قالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية مورغان اورتاغوس ان القوات الامريكية قدمت تضحيات ليكون العراق مستقرا معتبرة ان من مصلحة العراق بقاء قواتها والتحالف معها وذكرت اورتاغوس ان ادارة ترامب دعمت الاحتجاجات التي قامت مؤخرا بسبب النفوذ الايراني في العراق لافتة ايضا الى ان المحتجين يريدون انهاء النفوذ الايراني وان واشنطن ستدعم الشعب في العراق وعبرت ايضا اورتاغوس عن خيبة املها بقرار مجلس نواب العراقي الاخير الذي صوت على اخراج القوات الاجنبية من الارض العراقية اكد نائب رئيس مجلس النواب العراقية دكتور بشير حداد ان مشروع القرار الذي تم تصويت عليه امس بمجلس النواب العراقي بخصوص اخراج القوات الاجنبية من العراق قرار غير ملزم للحكومة وقال حداد ان اخراج القوات الاجنبية ليس من مهام مجلس النواب العراقي وشدد ايضا ان الحكومة الحالية هي لتصريف الاعمال وليس من صلاحياتها تنفيذ هكذا قرارات ولا يحق لها الغاء او اجراء التعديلات على الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق سلفا واوضح انهم في الكتل الكردستانية اكدوا لبقية الكتل العراقية ان ادراج المسألة هذه في جدول اعمال جلسة مجلس النواب امر غير مجد اساسا هددت كتائب حزب الله العراقية بتحويل القواعد الجوية الامريكية الى ركام في حال اصرت واشنطن على بقائها على الارض العراقية هذا وهددت ايضا تلك الكتائب بمنع تدفق النفط الخليجي الى اسواق واشنطن في حال فرض الرئيس الامريكي دونالد ترامب عقوبات على العراق مؤكدة ايضا تلك الكتائب استعدادها لدعم الحكومة العراقية في بغداد لتأمين عمل الشركات الصينية اكدت بريطانيا انه ليس لديها اية خطط لفرض عقوبات على العراق دعية بغداد الى ضمان امكانية مواصلة التحالف الدولي للعمل ضد داعش هذا وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون انه سيلتقي بكبار الوزراء اليوم لبحث قضايا الشرق الاوسط ومنها العراق ومن جهة اخرى المتحدث اكد ان اعلان ايران تخليها عن القيود بملف اليورانيوم امر مقلق وان لندن تتحدث بشكل عاجل مع الاطراف الدولية لتحرك مقبل متخذ مستقبلا اكدت وزارة الدفاع النيوزيلندية وقف انشطة التدريب في معسكر التاجي شمالية بغداد مشيرة الى ان الاولويات الحالية هي حماية عناصرها في العراق هذا ونفت الوزارة ان تكون قد استعانت بطائرة عسكرية لاجلاء الموجودين من العسكريين من معسكرها على نحو عاجل واضاف ان نيوزيلندا ترقب الوضع عن كثب الى جانب شركاتها في التحالف الدولي كما انها في يقضة تامة ازاء اي تطور طارئ وفي سياق ذي صلة حثت وزارة الخارجية النيوزيلندية مواطنيها على المغادرة للاراضي العراقية وسط التوترات الاخيرة بين واشنطن وطهران هناك اعلنت رئيسة مجلس نواب الامريكي نانسي بيلوسي انها بصدد اتخاذ اجراءات سياسية من شأنها مؤخرا تقويض قدرات وصلاحيات الرئيس الامريكي دونالد ترامب على تنفيذ عمليات عسكرية ضد ايران شدد رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب على ان ايران لن تمتلك سلاحا نوويا وغرد ترامب بذلك على حسابه على تويتر بالحروف الكبيرة كابيتال وفي تعبير غاضب جاءت التغريدة لرئيس الامريكي ردا على اعلان ايراني امس للاحد بتخلي طهران عن جميع القيود في الانشطة النووية بموجب الاتفاق الدولي المبرم فيما ابدت استعداد طهران للعودة الى تطبيق جميع الالتزامات حال رفعت العقوبات الامريكية عليها عبر وزير الخارجية في الاتحاد الاربي جوزيب بوريل الاثنين عن اسفه الشديد لاعلان ايران الاخير لتخليها عن كافة القيود المتعلقة باليورانيوم واشار بوريل الى اهمية التطبيق الكامل للاتفاق الدولي من قبل كافة الاطراف وذلك لدعم الاستقرار الدولي وقال انه مع كافة المشاركين في الاتفاق يعملوا لاجاد مسار وحل واشار الى ان الاتحاد الاوروبي سيعتمد على الوكالة الدولية للطاقة لتقييم العواقب من ذلك وكان قد دع بوريل وزير الخارجية الايراني محمد جواز ظريف الى بروكسل وحضه على خفض التصعيد في الشرق الاوسط شددت الخارجية الروسية على ضرورة ان يظل الاتفاق النووي الايراني اولوية للاطراف الدولية كما كان الفين وخمسة عشر ودعت موسكو الشركاء في اوروبا لتحقيق الالتزام الكامل بموجب الاتفاق واضاف البيان ان الحفاظ على الاتفاقات الدولية وضمان تطبيقها يجب ان يبقى اولوية لجميع الشركاء هذا وجاءت تصريحة موسكو اعقب اعلان ايراني في التخلي عن الاتزاماتها بالاتفاق النووي وانعدام القيود امام تخصيب اليورانيوم كحل ايراني اهني دعت اليونسكو والمديرة العامة لهذه المنظمة التابعة للامم المتحدة اودري اوزلاي كلا من واشنطن وطهران لحماية المواقع الثقافية وذلك بعد تحديد الرئيس الامريكي ترامب بضرب مواقع ثقافية ايرانية محددة واشارت اوزلاي الى ان الولايات المتحدة الامريكية والجمهورية الاسلامية الايرانية من بين الدول المواقعة على معاهدتين تنصاني على حماية المواقع الاثرية في الحرب واوضحت ان المعاهدتين المبرمتين في عام الف وتسعمائة واربعة وخمسين و الف وتسعمائة واثنين وسبعين تنصاني رسميا على عدم اتخاذ اي اجراء متعمد من شأنه ان يلحق الضرر بشكل مباشر او غيره باي موقع تراثي ثقافي اصدرت السفارة الامريكية في القدس تحذيرا امنيا للمواطنين الامريكيين من خطورة التعرض لقصف صاروخي دون انذار مسبق وذلك اثر اغتيالي قاسم سليماني قائد فيلق القدس الايراني وحثت السفارة المواطني الولايات المتحدة الامريكية على اليقظة واتخاذ الاجراءات الاحترازية كون ان الاحداث الامنية في المنطقة والتي تشمل اطلاق الصواريخ تقع عادة دون انذار واوضحت السفارة انها مستمرة في مراجعة الوضع الامني مؤكدة ايضا حصولها على معلومات اضافية حسب الضرورة اينما وحيثما كان قرر حلف شمال الاطلسية الناتو عقد اجتماع جديد لتقييم المستجدات في المنطقة عقب مقتل قاسم سليماني بغارة امريكية بالعاصمة العراقية بغداد واوضح مسؤولون في الناتو ان الاجتماع سيكون على مستوى السفراء الدول لبحث مستجدات الاوضاع ولفت الى ان الاجتماع سيكون بعد تواصل الامين العام للحلف يينس تولتن بيرغت دنماركي مع الاعضاء بالناتو واثار مقتل قاسم سليماني مع نائب رئيس هيئة الحجر الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس غضبا واسعا نتج عنه تهديدات ايرانية بالانتقام والثأر من واشنطن حذرت السلطات الفرنسية في باريس من عودة داعش من جديد لتصاعد التوتر في الشرق الاوسط يأتي هذا عقب مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بقصف امريكي ببغداد وقال وزير المالية الفرنسي برونو لوماير ان التوتر الحالي بالمنطقة يمكن ان يؤثر على الاقتصاد العالمي وسيساعد على عودة داعش واوضح المسؤول الفرنسي المالي الاقتصادي ان عدم الاستقرار سيزيد من خطر الارهاب على فرنسا واوروبا ايضا مشيرا ايضا الى التوتر بالاقتصاد العالمي النامي جميل ما فعله نجوم تينس بحساب الارسالات الساحقة ومن ثم الدعم لحرائق الغابات الاسترالية الى اخبارنا السياسية والى الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتريش الذي اكد قلقه العميق من تصاعد حدة التوتر عالميا ودعا لضبط النفسي وحتى اقصى الدرجات وقال وهو يتحدث بمتمر صحفي بنيويورك دون ذكر اي دولة باسمها ان العام الجديد بدأ باضطرابات عالمية كبيرة مضيفا ايضا ان البشرية تمر بوقت عصيب وحذر من التوتر الجيو السياسي الذي بلغ مستويات هي الاعلى هذا القرن وتبع جوتريش ان التوتر يدفع الدول الى اتخاذ قرارات غير متوقعة لها وان ذلك يجلب عواقب لا يمكن التنبؤ بخطرها وانها سوء حسابات ودعا الزعماء الى ممارسة ضبط النفس واستئناف الحوار اعلن في العاصمة السعودية الرياض اعلن عن تأسيس تحالف جديد يضم ثمانية بلدان تترأس تلك البلدان المملكة العربية السعودية يحمل اسم مجلس الدول المطلة على البحر الاحمر وخليج عدن وصرح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية وحتى الافريقية المطلة على البحر الاحمر وخليج عدن انه تم اختيار الرياض لتكون مقرا للمجلس مؤكدا ايضا ان تأسيس هذا المجلس الجديد يأتي استشعارا منهم بالخطر الوجودي الذي يواجههم وادراكا باهمية التعاون الدولي الثنائي المشترك الى الاوضاع في ليبيا المتوترة حيث سيطرت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر على مدينة سيرت الليبية منتصف الساحل الليبي بين ترابلوس وبنغازي شعبة الاعلام الحربي الليبية قالت ان القوات المسلحة الليبية نجحت في اقتحام سيرت من خمسة محاور مصحوبة بغطاء جوي وتأتي تطورات الميدانية بعد يوم من اعلان انقرة من تحرك وحدات في جيشها الى ليبيا للتنسيق والاستقرار كما قالت مع حكومة فائز السراج دعا وزير خارجية الاتحاد الوربي جوزيف بوريل الى حل سلمي في ليبيا بعدما اعلنت انقرة بدء نشر قوات ميدانية هناك كما حذر من اي تصعيد وشيك في ترابلوس وقال بوريل الاحداث الاخيرة في ليبيا مخيفة وهي تعني العنف حول ترابلوس ويمكن ان يكون وشيكا كما دعا بوريل الاطراف الليبية الى الحل برعاية اممية وذلك وسط توقعات بان يعقد مجلس الامن الدولي اجتماعا سريعا حول ليبيا هذا اليوم بطلب من موسكو لبحث الوضع القائم هناك عبر رئيس الامريكي دونالد ترامب امسن الاحاد عن اعتقاده الجاسم بان زعيم الكورية الشمالي كيم اون لن يخلف بوعده بشأن نزع السلاح النووي وهذا على الرغم من اعتقاده بان ترامب لم يستبعد رغم ذلك ان يتراجع نظيره الكوري الشمالي عن تلك الوعود ايضا وقال ترامب للصحفيين لا اعتقد انه سيخلف بوعده لي لكنه قد يفعل ايضا وكان الرئيس الكوري الشمالي اون قال الاسبوع الماضي انه لم يعد هناك اساس للالتزام من بيونج يانج بتعليق فرضته بنفسها على نفسها حول تجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والقنابل النووية رغم انخفاض درجات الحرارة في حلبشة الالاف من السياح توافدوا على هورمان حيث الثلوج والاجواء الشتوية امير سليم والمزيد في بداية فصل الشتاء وفي شهر بفرانبار الشهر العاشر في التقويم الكردي الناس في منطقة هورمان الجبلية على موعد مع قدوم الزائر الابيض حيث تكلل الثلوج الجبال وتكسل منطقة حلتها البيضاء فتصبح قبلة عشاق الطبيعة ومقصدا للزوار إنها بداية شهر بفرانبار كالربيع والصيف الأجواء هنا في هورمان رائعة جدا إنها أجمل من الربيع جئنا إلى هنا لقضاء أوقات ممتعة بصحبة الأطفال ويزور المنطقة الكثير من السياح لمشاهدة الأجواء الشتوية والثلوج ونشعر جميعا بالسعادة رغم انخفاض درجات الحرارة تتوجه الأسر في محافظة حلبشة إلى المرتفعات الجبلية للتمتع برقة الثلوج ومشاهدة بياضها الناصع يقضون أحلى أوقاتهم باللعب صغارا وكبارا يلتقطون صورا تذكارية وتصبح التلال والمنحدرات مكانا مثاليا لمغامرة الشباب بسيارة الدفع الرباعي جئنا إلى منطقة هورمان في سفرة عائلية لمشاهدة الثلوج والاستمتاع برؤية المناظر الشتوية الجميلة ونلتقط الصور التذكارية الثلوج تهدئ النفوس وتمنحها النقاء ونلمس جمالها ونشعر بسحرها الفتان وبعد أن شهدت منطقة هورمان توافد مئات آلاف من السياح في الأشهر الست الماضية للتمتع بهواء الصيف العليل وألوان الخريف الدافئة سحر الثلوج الناصعة البياضي ينعش السياحة في المنطقة الجبلية إلى آكري وضواحيها التي تشتهر بطبيعتها في جميع المواسم وفي الشتاء حيث تتساقط وتهطل الثلوج والأمطار في المرتفعات المحيطة بالمدينة ليلة أمس كانت ناحية دينارتا في آكري تشهد تساقط أكثر من 15 سنتيمترا من الثلوج والتي ضربت قمة جبل بيرس مما أعاقى السيرة في المنطقة تتعرض المنطقة لموجة من هطول الأمطار وتساقط الثلوج وهذا طريق جبل بيرس الذي يربط بين قضاء آكري وميرقصور ومنطقة بلي وبرزان هو طريق رئيسي ومنحدر ستعرض لتساقط الثلوج فقط ساقطت تقريبا 15 سنتيم وتعمل فرق الكسع الثلوج التابعة لمديرياتنا مديرية صيانة طرق جسور أكري وبآليات الكاسحة والقري داربان فقد تم تنظيف الطريق وفتح الطريق وهي سالكة الآن للمرور أعلنت مديرية الغابات والبيئة في السليمانية عن انخفاض نسبة الصيد غير الشرعي في السليمانية إلى 85% 2019 المنصر يأتي هذا للقوانين المفروضة من حكومة إقليم كردستان مواضحا أيضا بأنهم حاسبوا نحو 600 شخص بتهم تتعلق بالصيد للحيوانات والطيور البرية وقطعهم الأشجار اليوم نعلن عن نشاطات وعمال مديرية شرطة الغابات والبيئة في السليمانية خلال العام المنصرم عام 2019 ومقارنته مع السنوات السابقة كما هو معروف عالميا فأن منع الصيد الغير شرعي لا يتم بنسبة 100% ولا يمكن الحد منه بشكل نهائي لكننا في السليمانية تمكننا من منع الصيد الغير شرعي بنسبة 85% وخاصة في منطقة درب اندخانة وقد قمنا خلال عام 2019 باعتقال 595 شخصا بتهم الصيد الغير شرعي للطيور والحيوانات البرية إضافة لصيد السمك بشكل غير قانوني وقطع الأشجار أيضا كذلك تم تسجيل احتراق 80 ألف دونما من الأراضي العامة والخاصة خلال العام المنصرم وهو ما حقق وللأسف زيادة عن السنوات السابقة إلى العناوين ختاما نيشيرفان بارزاني يهني أتباع الكنيسة الأرمانية الأرثاظكسية في كردستان بعيد ميلاد السيد المسيح وعادل عبد المهدي رئيس حكومة تصريف الأعمال يبلغ سفير الأمريكي طولار بضرورة العمل المشترك لانسحاب للقوات الأجنبية من الأرض العراقية وعلى خلفية سليمانيا سفارة الأمريكية في إسرائيل تصدر تحذيرا لمواطنيها من أجمات محتملة وغوتريش يعرب عن قلقه من تصاعد التوترات العالمية في القرن الجديد ويدعو إلى ضحط النفس إلى اللقاء